كديدنه في التقسيم والتفتيت والتهجير شقاً لاحتلال طريقاً حديثاً على أنقاض المباني السكنية والأراضي الفلسطينية وما تحمله من تاريخ وذكريات وأنشأ ممر نتساريم كجسء من آليات حربه في غزة يمتد الممر لمسافة تزيد على 6 كيلومترات من الخط الفاصل بين غزة ومستوطنات الغلاف شرق القطاع ليصل إلى الساحل غرباً الطريق أصبح ساحة للمواجهات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال وأضحى محوراً لإصفقة الهدنة المرتقبة في غزة وورقة ضغط سياسي وعسكري يستخدمها الجانبان في مفاوضاتهما المتعثرة فحماس وفي خضم موافقتها على اتفاق وقف اطلاق النار الذي ترعاه كل من قطر ومصر والولايات المتحدة تتمسك بنقطة تراها جوهرية وهي انسحاب إسرائيل من هذا الممر الذي يعزل شمال القطاع عن جنوبه بهدف إيقاف الزحف الاستيطاني على المناطق المحيطة به خاصة إلى الضفة الشمالية من وادي غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع أما الاحتلال فيرى في الممر فرصة للسيطرة على حركة الغزيين ومنعهم من العودة إلى أراضيهم شمال القطاع المقاومة الفلسطينية بأطيافها المختلفة كثفت من استهدافها لهذا الممر فحماس وفتح وسراي القدس وشهداء الأقصى أعلنوا استهدافهم قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم برشقات صاروخية مركزة وكبتته خسائر فادحة استهداف يبدو أكثر حساسية بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة فنتساريم الرابط بين شرق قطاع غزة وغربه يأتي ضمن مخطة الاحتلال لتقسيم القطاع ويهدف إلى حماية خطوطه الخلفية بالعمل على منع عمليات التسلل التي يمكن أن تحدث باتجاه مناطق الشمال ويسمح لآلياته ومدرعاته بالتقدم داخل قطاع غزة تاريخيا يذكر مفترق نتساريم الفلسطينيين بواحدة من أبشع جرائم الاحتلال تلك التي استهدف فيها الطفل محمد الدرة وقتله في أحضان والده عام 2000